في ظل عدوان صهيوني متجدد ومتواصل على المقدسات الفلسطينية حقد في مدينة إسطنبول الملتقى الدولي الثاني لمؤسسات العلماء نصرة للقدس وفلسطين من مشاركة سبعين مؤسسة علمائية من ثلاثين دولة من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق حيث تباحث المشاركون مستجدات القضية الفلسطينية وما يحيق بالمسجد الأقصى من مكائد ومخططات صهيونية تحظى بطواطئ دولي هذا الملتقى في الحقيقة هو واجب الواجبات التي ينزم أن يقوم بها العلماء لأن اللقاء لأجل قضية القدس والفلسطين والاهتمام والتركيز على تحرير القدس والفلسطين هذا واجب إسلامي لجميع المؤمنين والمسلمين والعلماء باعتبار أنهم وراثة الأنبياء يجب أن يقودوا التطبيق وتنفيذ الواجبات حتى أن يقوم وينفذها كل مسلم في العالم الإسلامي هيئة علماء المسلمين لم تغب عن الملتقى كعادتها فكانت حاضرة في الفعالية الداعمة للقضية الفلسطينية حيث جددت مطالبتها بضرورة بذل الطاقة والوسع في خدمة فلسطين ورفع المعاناة عن أهلها بدعوة من دائرة الملتقى أو مرتبين الملتقى باسمهية علماء المسلمين في العراق وانتو جددتوا لإلقاء كلمة في هذا الملتقى وكانت الكلمة في دعم قضية القدس وفلسطين ومن المؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية من القضايا الكبرى لحياة الأمة وهي قضية مضى عليها حوالي أكثر من سبعين سنة وهناك معاناة كبيرة لشعبنا الفلسطيني هيئة علماء المسلمين دابت ومنذ تأسيسها على مساندة القضية الفلسطينية ولو عدنا إلى بداية تأسيسها نجد أن البيانة الثانية لهيئة علماء المسلمين قد تحدث عن القضية الفلسطينية فهي مساهمة ودعمة لهذه القيامة وشاركت في كل المؤتمرات ومما أذكره في عام 2005 في المؤتمر القدس قال فضيلة الشيخ حارث الضاري أن الذي يحرص على القدس عليه أن يعامل الفلسطينيين بشكل جيد في العراق وفي غيره ويأتي هذا الملتقى في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الصهيونية مما حدى بالعلماء المشاركين للمطالبة بالتنسيق الجهود والتواصل الحثيث والاتفاق على منهجية وآلية وبرامج مكثفة لمواجهتها في الحقيقة في هذا العام يأتي هذا الملتقى لمزيد من التفعيل لدور العلماء في نصرة الكدس والأقصى في هذه الفترة بالذات حيث الاقتحامات الصهيونية والحكومة الصهيونية المتطرفة وكلهم متطرفون ولكنها متطرفة في التطرف وفي بيان الملتقى الختامي طالب العلماء الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل على كافة المستويات لإيقاف الإجرام الصهيوني الممنهج ضد الشعب الفلسطيني عموما والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص